أهلا بكل المشاهدين الكرام ونشكركم على الدعوة الكريمة إن شاء الله في البداية سيد بن علي لما نتكلم عن موسم الحصاد والدرس عن كل الإمكانيات التي صخرت من أجل إنجاح هذه الحملة خاصة من ناحية العتاد الفلاحي شفنا صور وقبل قليل كان هناك تقرير لزميلة عاد الغضبان عن العتاد الفلاحي المتوفر لإنجاح هذه الحملة هل الإمكانيات المصخرة كافية؟ أولا نحمد الله ونشكره على هذا الأرض طيبة اللي هي بلد الجزائر اللي هي تقريبا قارة اللي راكي تشوفي وين على مستوى الولايات الجنوبية راح نبدأ الحصاد وما زال تقريبا شهر ولا باش نمشي الولايات الشمالية هذا اللي يخليه كبر القطر الجزائري ومن ناحية الجنوب عندنا من أضرار حتى وليت ورقلا ولا واتسوف ثاني مناطق جدو شاسعة على الإنتاج الشيء هذا اللي خليه مع الممارسات لسنين الفريطة والرفع من المساحات المزروعة دائما كل سنة عدنا تقريبا جزء لبس به في إطار منح الأراضي اللي درتها الدولة وين الفلاحين راهم دائما يوسعوا في مناطق المزروعة وهنا حتى الديوان الوطني للحبوب عن طريق لقروروت ولا عن طريق تعاونية الحبوب وين اكتسبوا خبرة فيها تصير في هذا الشأن وحنا رانا عارفين كيفاش رايح تصير الأمور وهذا الشيء اللي يخلى الديوان الوطني للحبوب بيسخر إمكانيات لبس بها برد نظر على الإمكانية تنتعى الخواصة التي هي متواجدة على مستوى المناطق تنتعى الإنتاج هذا ما هو إلا دعم لحملة الحصاد والدرس على مستوى ولاية ويرقلا ثم ولاية تيميمون ومع ذلك ستمشي إلى ولاية أخرى جنوبية وهنا رانا الفلاح بشيحطوا في كل أرياحية نعم خاصة أنه كما ذكرت كان في فاع في المساحات المزروعة يعني قطل كين ارتفاع وكين حتى تحسين في المردود برض النظر رياح ساخنة لقاستهم وكين الفلاحين على مستوى الولايات الجنوبية وممش كما الفلاحين على مستوى الولايات الشمال راهم يصنعوا الحبوب وحتى هما ماذا بنا احنا هذا الحملة على الحصاد تمشي في واحد الوقت اللي يكون متسارع باش الفلاحين يقدروا بعدها يديروا زورة صفراء ولا دورة زراعية مثل دوار سمش ولا زراعة أخرى اللي راح تكون تكملية على مستوى الموسم ولا على مستوى السنة اللي راح تخلي رياحية ورح تعطينا طاقات موارد زائدة وفائض خاصة ونحن نحتاجه للأنعم وكشتي قرار اليومين هذو الآخرين وين كان امضاء التفقية مع القطريين وين راح تكون أكثر مساحات تقريبا الوزارة يتكلم على مياه وعشر آلاف هكتار على مساولية الضرر بيرد النظر على المساحات الموزعة معناته دايما هذه الخبرة وهذه الآلية ولكن المكننة لازمة على مستوى الجنوب لازم تزيد ولازم ثاني يكون تقريبا أكثر من الفلاحين في إطار التخزين باش يكون تكون أرياحية وهذا الشيء اللي رانا ما شئ لي طبعا فيما يخص ألات الحصاد وفضاءات التخزين كما ذكرت سيد بن علي حسب كل هذه الإمكانيات والمعطيات والمؤشرات التي ذكرتها وأيضا أخرى تتعلق بالمناخ وتسقطات المطرية كذلك أيضا المساعدات التي استفاد منها الفلاحون من مجانية البذور والأسمدة ما هي توقعات الإنتاج هذا الموسم؟ أولا فيما يخص دعم الفلاحين بقرار السيدة الرئيس الجمهورية دعم الفلاحين في إطار البذور والأسمدة ومراجعة جدولة ديون تعلق السنة الفريطة المضرورين من الجفاف مشكلة لمناطق التي تعلق الإنتاج هنا المناطق الجنوبية بالخصى عندهم واحد الدعم اللي هو في إطار طقوي وحتى في إطار المرشاة المحوارية ولكن ماذا بنا هذا الدعم يكون أكثر ثم باش نرجعون نتكلموا على العموم اللي هي الحملة من تأهد العام ولا الموسم تأهد العام على المستوى الشامل الشمال وجنوب صحيح سيد الرئيس الجمهورية أخذ قرار تاريخي وهذا القرار اللي منح الفلاحين كلهم اللي مضرورين من الجفاف بالأسمدة والبذور بالمجان ثم هذه الجدولة وثاني كين أعطاهم حتى عشرين ألف دينار جزائري على الأقطار حتى سقف انتع ثلاثين أكتار هذا الشيء اللي يخلل الفلاحين يمشوا ويتسارعوا في إطار هذا الإنتاج ثم كين القرار ترفع الأسعار انتع شراء الحبوب وثاني يرفع قيمة شراء البقوليات الشيء هذا اللي يخلل الفلاحين يمشوا ولكن كين بعض من المناطق الغربية تقريبا من المناطق الغربية اللي انضرت ولا بعض من المناطق الجنوبية الشمالية ولا الجنوبية الشرقية ثاني انضرت من الرياح الساخنة وحتى من الجنيد اليومين هذو الآخرين ولكن على العموم احنا رأنا متوقعين مردود خير من السنة لفت لأنها كانت سنة كارثية ما كان في أوله وهذا والمساحات المزروعة تعد هذا العام أكثر من المساحات المزروعة تعد أعوام الفاريطة على جال القرار اللي رفدوا سيدة رئيس الجمهورية في إطار منح البذور احنا نتوقعه كل خير ومتفائلين كل خير وحنا ماذا بنا يكون هذه الألية اللي مديورة على مستوى ولاية الجنوب بالدعم بتاع المكننة والأخوار تكون على مستوى الوطني وتسهيل ويسهلوا للفلاحين باش يدخلوا المنتوج تحم وحنا كلنا ثقة في إطار في التعامل مع تعاونية الحبوب اللي يكتسبوا خبرة لما شاء الله ولنا كل أريحية باش نتفعلوا بموسم تعخير إن شاء الله نعم إن شاء الله في ظل كل هذه التوقعات الإيجابية سيدة بن علي نتحدث أيضا عن المناطق والأراضي التي تضررت كما ذكرت خاصة من ناحية الغربية للوطن نتحدث أيضا عن ضرورة مرافقة الفلاح خاصة في مثل هذه الظروف اليوم نتسأل عن الأليات التي يجب تجسيدها لإيجاد حلول ومرافقة الفلاح والمنتج في هذه الظروف صحيح كنا نرى الولايات الغربية هذه السنة السادسة أو السنة السبعة في بعض المناطق للمسوم الجفاف هنا لا محالة لازم نبدلوا النظرة الإنتاجية ونمشوا الخريطة تعينتاج وين رأي الدراسات ماشية مع بعض قدوم السيد يوسف شرفة اللي بدل النظرة على مستوى وزارة الفلاحة وبدل أليات الاستشرافية على مستوى الوزارة وين اليوم رأي دراسات جدو ماراتونية من أجل إيجاد هذه الحلول ومنها خريطة وطنية تعينتاج من غير المعقول أننا نمشوا في منطقة وين المردود في القمح الصلب يكون داني ولا يكون حابط بزاف وين نقدروا نديروا الشاعير ولا نديروا منتجة خراب بمردود أحسن وهذا الشاعير ثاني عنده قيمة ثانية ما نقدروا وش نخلوا الفلاح دايما يخسر لازم نبدلوا النمط وحتى الدعم ما لازمش يروح للمناطق اللي ما فيهاش أمطار ممكن بعض من الفلاحين اللي عندهم آليات سقي ولا إمكانيات سقي بس كنت تكلموا التي يكون عندنا الماء وهنا كين دعم كبير من طرف دولة ووزارة فلاحة في إطار دعم آليات السقي هنا ماذا بنا الفلاحين ثاني اللي عنده إمكانيات تعدخال المياه ولا الآبار ولا أنه يتوجه ويقتني هذا آليات السقي باش على الأقل يضمن يضمن السقي التكملي في الظروف هذه تعالجفاف ثم إعادة النظر الثاني في إطار التأمين خطرش اليوم مرانا في واحدة تقلبة الجوية غير غير مستقرة طبعا نشهدها كل العالم نشهدها كل العالم لازمنا نعود نظريها في إطار التأمين وإحنا كنا في خارجات مع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وين لاحظنا لاحظنا بقوة هذه الأمور ولازم ذهنيا تتبدل كما قال سيدة رئيس الجمهورية من طرف الفلاح ومن طرف الإدارة ومن طرف الدولة كذلك باش نلقاو آليات التأمين لصالح هذه الفلاحين كي شفتها رانا نتكلمو على السنة السادسة كيفاش غادين يديروا هذ الفلاحين مساكن منين رايحين يجيبوا الأمول وكان كاين فيها تأمين خاص بهذه الأمور تاع الجفاف ويكون بدعم من دولة ما نقدرش خاطر فلاح تيطرح تقولي له تأمن على أساس شيء ما يقدرش يمشي له ولا يكون فيه دعم تاع الدولة ثم كاين تقنيات الجديدة في إطار الإنتاج من أجل تحسين البذور وإيجاد البذور المناسبة والتي تأقلم مع هذه الظروف المناخية بتقلبها وين نروح من زراعة شتوية إلى زراعة ربيعية ممكن وإيجاد هذه البذور الملائمة ثم البحث العلمي اليوم راح رئيس جمهورية وحتى وزارة الفلاحة رأي في اتصال مع البحث العلمي وين لازم البحث العلمي هذا المرة يدخل بقوة ولكن يدخل على مساوى الإنتاج مش على المساوى الأكاديمي المساوى الأكاديمي يدخل إلى الميدان يعني يدخل إلى الميدان ويدير شاركة مع الفلاحين ونطوروا هذه الزراعات بدون هذه ثم فيما يخص بنك الجينات وبنك البذور نحن نتكلم عليهم كثير لازم يكون تحيين في بعض البذور اللي اليوم لازم تكون في ذات المستوى وإحنا نرى نشوفه حتى على المناطق صحراوية أمراض خلق في البذور لازم نحسنوا من الأداء ونحسنوا من المستوى باش نوفروا هذه البذور الملائمة اللي هي أساس الأمن انتعى الإنتاج طبعا سيد بنعلي تحدثت وتطرقت لنقطة مهمة جدا تتمثل في تحيين خارطة الإنتاج الوطنية ربما هذه الخطوة المهمة جدا وستصنع فارق في قطاع الفلاحة في الجزائر خاصة في هذه الأونة كيف هي وطيرة إنجاز وتجسيد هذه الخارطة الإنتاجية الخريطة الإنتاجية لا محالة لازمها اليوم وصلنا وين ما نبقاوش نرميه في البذور ولا نرميه في الموارد المالية هكي كبرك الظهرون بعد ما نعودوش نسر لازم منها خريطة باش نعرف كل إمكانية التي ينتج وكل منطقة على حساب خصائص كل منطقة وحنا عندنا نفتخر به الديوان السقي والأراضي الفلاحية اللي عنده إطارات ما شاء الله ويعرفوا الخصوصية لازم يكونوا هما أن ريفيرونس معناته هما اللي يكونوا يعطونا النظرة وراء متوجد الخريطة الوضعية لازم لها برك بعض من تحيين ثم اليوم راني على أبواب الإحصاء العام للفلاحة ماذا بنا احنا الناس كل تشارك باش تعطينا كل المعطيات اللازمة باش يكون عندنا هذه الأمور الاستشرفية والنظارات الاستشرفية من أجل وضعك ما يجيش أنت هي منطقة فيها أرض ماليحة وممكن فيها أمطار متوسطة تروح يديري فيها القمح والقمح ما يتقبلش المولوحة لازم يديري فيها شعير اللي شعير يتقبل أكثر مولوحة هذه هي الخريطة ولا نروح حتى الأسجار بعض من الأسجار المثمرة اللي ممكن هي تتأقلم مع بعض من المناطق الجفة ولا بعض من الأراضي الكلسية هنا لازم هذه هي الخريطة طبعا وعملية الإحصاء ستساعد وستسهل ستساعد وستعطي للإكزيكيتيف ستدير الناس اللي راح تأخذ القرار باش يكون القرارات صائبة وفي محلها يعني قلت لك ما تقدريش أنت هي منطقة احنا حطينها في عدنا 3.1 ولا 3.2 مليون هكتار على مستوى الشمال على أراضي المخصصة لزراعة الحبوب ممكن هي تكون أكثر ممكن هي تكون أقل ممكن كين نزاعات على مستوى الأراضي وهذه كل الأليات ثم في هذه الثلاثة ملايين كين أراضي صالحة للقبح كين أراضي صالحة للشعير كين أراضي لتسلح لفراج وللخضروة لازم تبن لازم تبن تبن بصورة مضبوطة بصورة وقتلكها وعندنا الديوان الوطني للسقي والأراضي اللي هو ديجاء عنده هذك الخريطة الوطنية قضية تحيين وثم يعني لازم تعامل كل الفاعلين كذلك في القطاع كل الفاعلين ليس فقط هي أوجه معين ورقمنت هذه الخريطة باش يكون محيينة آليا نعم طبعا أكيد الخطوة الرقمية مهمة جدا في القطاع الفلاحي خاصة فيما يتعلق بعملية الإحصاء وكذلك عملية تحيين خريطة الإنتاج الوطنية نعود نتحدث على حول حملة الحصاد والدرس الكثير من المطالب مطالب الفلاحين حول استحداث نقاط تجميع جديدة والبعض كذلك تسأل عن الطاقة التخزينية أيضا شوفي مطالب الفلاحين هي مشروعة وثانية حقيقية أثورة ذرك لوكان تكلموا على مطالب الفلاحين ما بين الشمال والجنوب يختلف يختلف كثيرا الشمال يخدموا على الطريقة المطارية ثم السقي التكملي الجنوب المسافات البعيدة حتى الأراضي تحوموا لمستوى مناطق الإنتاج بعيدة هنا لازم نعودوا نعودوا نشوفوا كيفاش نحطوا إمكانيات صحيحوا في الجنوب اليوم اللي توصلنا مردود متوسط 30 ممكن نوصلوا المردود متوسط 50 ولا 60 وين اليوم رأنا نشوفوا الميغافير مراهم داخلين سيتقدر كيفاش يقولوا المزارع الضخمة على مستوى ولاية أدراء كما قلت لك في إطار الشراكة الجزائرية القطارية ثم عندها ولاية مابين ولاية ورقلا ولاية غردايا وين كان مؤسسة جزائرية رايحين في مسار تعلب البنجر السكري وفي البنجر السكري لازم يديروا الدورة الزراعية اللي هي مساحات اليوم راح تفوق 500 ألف هكتار مننا لـ 28 على مابين غردايا ورقلا كل هذه اللي راح تختلقنا أخطاب إنتاجية اللي طرح تعطينا توازن ولكن لازم نحطوا كل الإمكانيات وحتى التقنيات انتعى الإنتاج لازم تكون تقنيات حينية وين أهلات الحصاد كما رأنا نشوف أهلات الحصاد هذه اللي فيها 4 مترات الجنوب لازم يخدم بأهلات الحصاد انتعى 12 متر ولا 9 مترات حتى الجرارات لازم يتواكبوا هما وهذا الأمر ثاني كان مناطق التخزين اللي هندرنا على الصحراوين هي مساحات جدو شاسعة من أضرار الحاسم السعود عندك تقريبا 1700 كيلومتر ولا 1600 كيلومتر أحسب مناطق الإنتاج اللي كان كيفاش انتياد زيدي تطلع المخزون حينما ذا بنا يكون آلية التخزين على مستوى المحلي ولا ما لا حتى التحويل يتحول الجنوب ويعود أقطاب بتاع إنتاج قوية وذخمة بفضل هذه المؤسسات الكبرى لرهم داخلين الجنوب ولكن ثاني الفلاح لازم دائما نشوفوا كيفاش نحلول الحلول من جانب الكهرباء صحيح يصون القاز دارت مجهود كبير ولكن نرى نشوفوا بعض من الأوقات وين الفلاح ثاني يلحق وقت وين ما يقدرش يخلص فاتورة انتع الكهرباء ويجيقصوا عليه هذا ثاني ضرورنا الانتاج لازم نحينه كل هذا الأطر وحتى الدعم ولا القروض لازم تكون في المستوى لن نطال بينهم طبعا في الختام سيد بن علي تكلمنا عن كل هذه الإجراءات التسهيلية والإرادة السياسية لدولة الجزائرية لنهوض بهذا القطاع حتى الإرادة من الفلاح نعم سنتكلم عن هذه النقطة ربما السؤال اليوم هو ما الذي يحتاجه القطاع الفلاح ليكون رائد الاقتصاد الوطني من ناحية الفلاح طبعا تكلمنا عن كل ما قدمته دولة الجزائرية نتكلم عن الإضافة التي سيقدمها الفلاح ودوره الكبير في إنجاح ونهوض بهذا القطاع الفلاح سيد الرئيس الجمهورية في اللقاء الأخير تتعوه مع صحفيين قال ما يمكنش وزارة في الجزائر تشرف على هنا كانين بزاف ناس ما فهموهاش هي الوزارة هي اللي تحط السياسة العامة للإنتاج ولكن لازم يكون دمج ما بين المنتج وإحنا كمجلس ميهاني رانا آليات من هذه المنصات اللي توصل للقرارات مننا ومنها وين لازم يكون تفكير جماعي ويبقى حتى المديريات تتعالى مصالح الفلاحية على مستوى الولايات تتقرب أكثر من طرف الفلاحين والميهانيين اللي لازم يتعاملوا في إطار تفكير مقرب ويكون حتى على المستوى الموطني نفس هذك الآليات واليوم مع قدوم سيد يوسف شرفال الأمور تبدلت ماش كما كانت في واحدة المرحلة في السابق كان اتصال وهذا الاتصال هو اللي راح يعطينا وثم هذه المؤسسات والوزارات اللي تمشي مع القطاع ماذا بنا احنا تشاركنا في الأفكار وتشاركنا في الحوار وتشاركنا حتى في التفكير باش نوصلوا النتيجة ولا محالة وحنا كاف اللحين عدنا إرادة كبيرة ما عندناش جزائر أخرى وما عندناش فائدة أخرى من غير الإنتاج ونشكر سيدة رئيس الجمهورية على كل هذه العناية الخاصة اللي يراهم قدمها لنا كاف اللحين وإن شاء الله تكون ديمومة ويكون مننا الـ 28 وإلا مننا الـ 29 نكونوا في واحد المستوى بعيد بعيد في الأعلى على اللي يرانا فيه اليوم إن شاء الله إن شاء الله سيد عبدالغاني بنعلي رئيس المجلس الوطني المهن المشترك لشعبة الحبوب شكرا جزيلا لك على حضورك معنا وعلى كل ما قدمته لنا من خلال هذا النقاش شكرا لكم عزيزي وخدمة الرأي العام ودولة جزائرية شكرا جزيلا لك